بسم الله الرحمن الرحيم طيب الآن احنا جاهزين ركبنا اللغة الجافة مركبة عندنا على الجهاز الكليبس مركب برنامج تسليم الواجبات مركب وعندنا عنوان السيرفر الآن جاء الوقت اللي نكتب فيه البرنامج ونسوي تسليم للاب أو الواجب أو حسب المطلوب طبعا هذه الخطوة الآن هذا الجزء هذا هو اللي راح تكرر معك طول الترمي زين غالبا الخطوات السابقة هذه تكون تسويها مرة واحدة يمكن يعني زي ما قلنا عنوان السيرفر ممكن كل مرة تحتاج الدخل وكلما تروح اللاب إذا كان فيه أحد يغيره قبلك لكن إذا كان على جهازك نفسه ما يحتاج إلا مرة واحدة وخلاص ونتهي هنا الآن جاءك السؤال هذا السؤال هذا يقول لك وكتب برنامج يقرأ لي درجة الحرارة المئوية كدبل وبعد كده يحول هالي الفهرن هايت ويوريني النتيجة زين يحول لي درجة الحرارة المئوية الفهرن هايت باستخدام القانون اللي قدامي هذا زين إذا بغينا نحول من فهرن هايت إلى من درجة مئوية الفهرن هايت ناخد تسع على خمسة في درجة مئوية زاج ثين ثلاثين بعد كده هنا أعطاك سامبل رن سامبل رن يعني لما يتنفذ البرنامج نبغى يتنفذ بالشكل هذا هذا الآن تنفيذ لي البرنامج طيب الآن خلي نشوف خلي ننفذ نسوي البرنامج ونشوف يش يصير عندنا نروح للإكليبس ونشوف يش يصير عندنا طيب نسوي أول شي نسوي نيو بروجيكت نيو جايفا بروجيكت سمى الجايفا هذا البروجيكت هذا أي اسم مثلا سموه لاب 2 رقم 2 الآن نسوي كلاس جوا نيو كلاس الآن أشياء الأولة لازم تنتبه له هنا لما تيجي تسوي كلاس أنك لازم تلتزم بالأشياء اللي نعطيك يعني نقول لك مثلا لازم يكون اسم الكلاس الاسم هذا فمثلا هنا رح يعطيك إياها هذه يعلمك إياها المعيد أو تكتب لك في تكتب لك في السؤال فمثلا حنا نبغى هنا يكون اسم الكلاس هو C to F يعني Celsius to Fahrenheit اللي هو مئوي الفهرنهايت زين فإذا هذا اسم الكلاس لاحظنا كابيتال سي كابيتال تي سمول أو كابيتال إف لازم تلتزم بالاسم هذا وإلا لو ما لتزمت بالاسم هذا رح يحوس لك كل شيء لأنه السيستم يتوقع منك أنك ترسل كلاس بالاسم هذا وهنا جزء من أنك تتعوت أنك تلتزم بالمتطلبات التي تجيك لما تكتب برامج هذا شيء مهم جداً بعدين لما تطلع من الجامعة لما تروح تشتغل في شركات أو حاجة سيكذا هذا شيء مهم جداً لك تلتزم بالمتطلبات التي تجيك من قبل الشركة أو غيرها بالنسبة للبرامج وكيف أنواع التسمية والأشياء التي صدقني هذه الموجودة في الواقع ويلتزمون فيها في الواقع وبعض الميلتزمون فيها يسببون مشاكل ويسببون خسائر كثير للشركات فأنا أبغاك تتعود على الأشياء هذه من الآن من البداية طيب نرجع الآن فنسمي اسم الكلاس C2F لاحظ أن كابيتال سي يعني لو حطيت أو كذا غلط إذا لازم تلتزم نفس الاسم اللي الكلاس وبعد كذا ممكن تسوي تطلب أن public static void main في الكلاس طبعاً أنا عندي الحل جاهز فلذلك راح أنسخ ولصق الحل فعندي هذا هو الحل جاهز الآن يعني أفرض أنك كانت الآن سويت الحل والحل عندك انتهيت من الحل وتعتقد أنه هذا هو الحل الصحيح وش الخطوة التالية اللي يحتاج أنك تسويها طيب قبل ما أنك تسوي الصبميشن لازم تتأكد من الأشياء التالية أول شي لازم تتأكد أنه ما عندك أخطاء syntax error نسميها syntax error أو أخطاء إملائية خل أكتب لك الكلام هذا هنا خل أكتب لك هنا نسميها syntax error أو خطأ في قواعد لغة الجافة مثلاً نسيت السميكولن هنا أعطيك خط أحمر وحط لك هنا لاحظة أنه حط لك هنا أحمر حط لك خط أحمر وحط لك هنا أحمر هذا معناته أنه عندك خطأ في قواعد لغة الجافة لو أنك عندك خطأ في قواعد الجافة لا تفكر أنك ترسل للنظام التصحيح رح يعطيك على طول مباشرة صفر خل نجرب خل نحفظ الملف تأكد دائماً قبل ما ترسل تحفظ الملف لازم شف دائماً لو تغير في الملف يطلع لك هنا نجمة صغيرة تأكد دائماً أنك تحفظ الملف كل مرة تروح save تحفظ أو تضغط ctrl s تحفظ الملف قبل ما ترسله لأنه دائماً رح يرسل الملف إذا كان الملف غير محفوظ ما رح يرسل التغييرات اللي تسويتها فدائماً احفظ الملف بعدين ترسله الآن حفظنا الملف لكن في error خل نشوف الوبكات شو رح يسوي ما رح يعطيك أبداً أكثر من صفر الوبكات زي ما رح يعطيك أكثر من صفر خل نشوفه شو الأصل و شلون نسوي عملية submit شو نسوي عملية submit تروح تضغطي بالزر الأيمن على البروجيكت حقيقك زي ما تضغط بالزر الأيمن على البروجيكت ما تضغط بالزر الأيمن على الفولدر هذا ولا على هذا ولا على الكلاس حقتك تأكد أنك تضغط بالزر الأيمن على البروجيكت زي ما إذا نسجل عندك الأشياء هذه يجب أن نضغط بالزر الأيمن على البروجيكت زي ما لازم نحفظ الملف سجلها عندك في ورقة عشان ما تنساها لو بعدين تلخبطت ولا شيء طلع الورقة دي وشف هل أنت سويت كل الأشياء هذه ولا لا مضبوط سجلها عندك أنك تحفظ الملف تتأكد أن الملف محفوظ تتأكد أنك تضغط بالزر الأيمن على البروجيكت ما هو على أي شيء ثاني مضبوط أني سجلتها هذه عشان إذا تأكدت أن الأشياء هذه ما خطيت فيها تصير تركز فكرك كله على البرنامج نفسه خلالآن نشوف كيف السبمشن نضغط باليمنا الآن كيف نرسل نروح سبمت نضغط على سبمت هنا على طول تطلع لك يطلع لك اللاب وطبعا تسأل المعيد اللاب هذا وشو رح تلقى اسم الشعبة نفرض أنها رقم الشعبة رح تلقى مثلا واحد 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 أو تلقى مثلا وقت الشعبة أو شيء زي كده مضبوط بس غالبا رح يكون رقم الشعبة موجود الآن هذا مفتوح لك أنك تسوي سبمشن طبعا تدخل هنا اليوزر نيم والباسورد هذا الشيء الثالث اللي وغاك تتأكد منه شف أنا قلت لك الآن حاجتين قبل قلت لك لازم تتأكد أنك حفظت الملف لازم تتأكد أنك تضغط بالزر الأيمن على البروجيكت هنا وليس على أي شيء آخر ثم تضغط سبمت بعد كده نتتأكد أنك تدخل اليوزر نيم والباسورد الخاصة بالنظام التصحيح أنا عارف أنك عندك يوزر نيم وباسورد يعطونك إياها في اللاب زين يعطونك إياها عشان تدخل على الأجهزة اللي في اللاب وعندك يوزر نيم وباسورد يعطونك إياها عشان تدخل على إيميلك الجامعي غير هذه كلها غير فيه يوزر نيم وباسورد كلمة سر واسم مستخدم خاصة فقط بويبكات رجاء أن انت بالنقطة هذه أنا شفت طلاب كثيرين ينحاسون يتلخبطون لأنه يروح يدخل رقمه الجامعي هنا بعدين هنا يدخل الباسورد حقة اللي يستخدمها في الإيميال الجامعي أو يدخل لا فيه باسورد زين عطيناك إياها خاصة بالويبكات خاصة بنظام التصحيح الآلي فقط لا غير إذا جيت هنا تدخلها هذا المكان الوحيد الذي تستخدم فيه الباسورد هذه لا تستخدم فيه أي مكان ثاني فرجاءة تدخل الباسورد ント blue لذلك بشكل صحيح أنا الآن دخلت الباسورد طبعا أنا استخدمت الوزر نيم الرقم الجامعي حق طالب يعني كذا يعني من عندي و استخدمت نفس الرقم كباسورد زين الآن دخلت الوزر نيم والباسورد لاحظ لو افترض افترض أني أخطيت في الباسورد زين وش راح يصير قلت نيكست الآن لك login information خطأ اللوجين غلط ليش أنك اخطيت في اليوزرنام والباسورد إذن هذا خطأ ممكن يصير تخطي في اليوزرنام والباسورد ما تحفظ الملف ما تضط بالزر الأيمن على ما ترسل لي البروجيكت ترسل شيء ثاني غير البروجيكت تضط بالزر الأيمن على مكان ثاني هذه ثلاثة خطأ انتبه لها دائم سجل عندك في ورقة تأكد أنك كل مرة ما ترتكب أي خطأ من الأخطاء الثلاثة هذه و اعرف وشالخطأ وشالرسالة اللي تطلع لك زين الرسالة هذه بكل بساطة تقول لك login attempt للويبكات failed ما قدر تسوي login واعتقد أن كل واحد مننا يعرف وش معنى كلمة login زين أو تسجيل الدخول لنظام التصحيح الآلي فإذن ال login failed إذن نرجع مرة ثانية خل نرجع مرة ثانية نحاول نرسل زين نسوي submit نرسل ونضع الكلمة السر بشكل صحيح طبعا كلمة السر هي نفسها الرقم هنا عندنا فنحطها بشكل صحيح نقول next زين الآن نسوي finish زين الآن جاء وقت التصحيح الآن ما عدر طلعت لك الآن بدي صحيح لك خلي نكبر هنا الآن بدي صحيح الآن أول ما أرسلت له مباشرة عن الويبكات شو قال لك قال لك compilation error زين خطأ في compilation أو في syntax نسميه syntax error زين يعني خطأ في grammar نسميه syntax أو نسميه compilation error يعني ال compiler لما جاي ترجم برنامجك زين compilation error error زين هذي يسميه هذي خطأ في syntax أو في compilation في grammar أو في compiler compiler لما جاي ياخذ برنامجك عشان يحول اللغة الآلة اللغة الآلة حقية الجافة ما قدر زين وطلع عنده error ليش ناسي نتفاصلة منقوطة في خطأ بال grammar ما تبعت قواعد الجافة نسيت الفاصلة منقوطة فإذا لك زين ما قلت لك طبعا ما عطاك أصلا درجة زين هنا شف عطاك total score الدرجة النهائية صفر عطاك وقت لصبمشن متى صار سبمشن كل شيء اسمك هنا خالد صالح هذا مثلا طالب كذا من عندي وش الassignment وش اللاب اللي هو اللاب الي يوم هذي المحاولة الرابعة أنا طبعا كنت أجرب قبل بس أتكد أن يشتغل النظام فيعطيك كم محاولة حاولت قبل هذي كل المعلومات الي قدامك apoyo هنا بيضاك اللاب قال لك أن الفايل هذا اللي أنت رسالته صفر آخر زين؟ وعطاك هنا السبب لأنه فيه Compilation Error إذن نرجع مرة ثانية إذن إذا كان عندك Compilation Error لا تفكر أنك ترسل لازم تتخلص من كل الخطوط الحمر زين الآن شنا طبعا في الخطوط هذه الخطوط اللي لونها أصفر وبرتقال ما يهمك دي زين نحط لك هنا لمبة الأكل لبس كذا ما تهمك أهم شي ما يكون في الخط الأحمر هذا العلامة الحامرة هذه المشكلة اللي تطلع لك العلامة الحامرة على المين وعلي سار يعني خطأ grammar واضح؟ هذه هي المهمة هذه فقط أخطاء بالكلمة يعني الإنجليزية وما تهمنا طيب الآن شفت الآن ثلاثة أشياء تأكدنا من الملف محفوظ سوينا Submit اليوزر نيمو الباسورت صح واللاب ضغطنا بالزر الأيمن على البروجيكت نفسه سوينا Submit الشيء الثالث الشيء الرابع ما فيه أخطاء عملائية أربع أشياء الآن شف اكتبها على ورقة الأربع أشياء دي كلها لازم تصير صح مضبوط الآن الخطوة اللي بعدها هل برنامجي صح ولا لا زين هل برنامج حقي ينفذ صح الآن برنامجي ما فيه أخطاء عملائية ما فيه أخطاء نحوية ما فيه grammar error ما فيه syntax error زين طيب السؤال الآن هل برنامجي يشتغل صح ولا لا هل اللوجيك المنطقة حق برنامجي يعطيني أنا أبغى برنامج أبغى برنامج يعطيه درجة حرارة مئوية يعطيني الدرجة الصحية بالفيرنهايت زين أفترض أنك أنت أخطيت خطاء بسيطينة وما استخدمت double استخدمت integer طبعا إذا استخدمت integer وهذا إن شاء الله يعني في المحاضرات دي تعرفها أنه 9 على 5 رح يأتيك قسمة بباقي فيقولك 9 على 5 فيها 1 ما يأتيك 1 فاصلة تكيها 1 زين بعدين يضرب في درجة الدرجة مئوية زائع 32 مثلا لو عطيت صفر معروف أن الصفر مئوية سوى 32 فيهرنايت فلو طلع الصفر مثال ما هو جيد لأنه هنا نضرب في الصفر ما يهمنا أي شيء لكن لو عطينا أي مثال مثلا في السؤال هنا قالك لو دخلي السؤال هنا قالك هنا شف هنا الآن الآن أنت لازم نسير التنفيذ حقك جرب التنفيذ اللي يعطيك يا سؤال معطيك هنا قالك جرب الرقم 43 لازم يعطيك 109.4 زين الآن لو جربنا البرنامج هنا قل ننفذ البرنامج على الجهاز ونقوله run as java application قل بس أسوي قدامك عشان تكون واضحة run as java application عشان نشغل البرنامج الآن جاي يشتغل البرنامج قال دخلي التنفيذ خل نطبق نفس اللي موجود هنا عندنا 43 نكتب 43 و انتر الآن وش عطاك الدرجة الفيرنهايت 75 بينما المفروض تطلع لك 109.4 زين إذن هنا هذا خطأ منطقي برنامج ينفذ بس في خطأ بالحسبة خطأ بسيط زين لأنك استخدمت integer ما استخدمت دبر طبعا طبعا برنامج تختلف والأخطاء تختلف لكن أنا أعلمك الآن نوعية الأخطاء اللي ممكن تصير لك لما تجي تستخدم الوبكات زين فإذن الشي اللي تفكر فيه هالبرنامج في خطأ ولا لا من ناحية الأخطاء المنطقية مضبوط برنامج هنا في خطأ منطقية الآن لو نجرب لو نسوي submit طبعا قد ما تبغى نقوله next نقوله finish الآن جالس يصحح لك زي ما تشوف الآن الآن ممكن تضغط هنا عشان إذا بغيت تسرع أعطاك 33% مضبوط يعني إنك حول الجواب بس إنك أخطيت في بعض الأحيان راح يطيك صفر بعض الأحيان على حسب الخطأ المنطقي اللي يصير عندك فيه السؤال اللي يعني عندك هنا طبعا يعتمد على الخطأ المنطقي هنا طبعا يجي التصحيح اللي حنا نضعه يعني حنا نضع مراحل للتصحيح ما نتشدد على الطلاب إذا الطالب ولا جاب جزء من البرامج صح يأخذ مثلا ربع الدرجة إذا جاب جزء الثاني يأخذ الربع الثاني وهكذا مضبوط فهنا أنتخذ 33% من مية أثناء التصحيح مزين أو عطاك هنا قال لك عطاك هنا أشياء قال لك إنه لم ينت ما ضبطت وأكوريت ما ضبطت هذه طبعا ممكن تسأل المعيد المعيد ممكن يعني يساعدك طبعا في الاختبار ما راح يكون فيه مساعدات لكن في اللاب على الأقل راح يكون فيه مساعدات ما ضبطت خلينا جرب نقول 9.0 زين الآن لو تنفذ البرنامج قول ما ترسل الوبكات تجرب البرنامج على جهازك الآن لو تنفذ البرنامج الآن وتعطيه الامبوت 45 راح يحتيك البرنامج 113.0 زين هل هذا هون صحيح نفس اللذاء لا طبعا هنا المفروض يكون 109.4 عفوا طبعا الامبوت هنا الصحيح اللي في السؤال الامبوت اللي في السؤال هنا عنديه 43 ليس 45 اخطيت وكتبت 45 اخطيه هنا في الامبوت خلينا نفذ البرنامج مرة تانية وعطيه 43 زين فطلع لي الآن نفس الجواب اللي عندي في السؤال 109.4 وهذا هو فعليا الامبوت اللي جاني 109.4 إذن الآن المفروض البرنامج يشغال مضبوط السؤال كم راح يعطيني الوبكات في هذه الحالة خلينا نسوي سبمت ونشوف كم راح يعطيني الوبكات نسوي سبمت next finish خلينا ننتظر الآن قبل شوي كان عطاني 33 من 100 عطاني ثلاثة درجة خلينا نشوف الآن ممكن تضغط هنا يعني إذا كنت تسر أطاك 100 من 100 فإذن الآن المستخدم بعد كده المستخدم يدخل الرقم بعد كده هذا الرسالة اللي تطبع للمستخدم مرة ثانية زين لاحظ أني أنا هنا في التنفيذ فعلاً ملتزم بنفس الرسالة بالضبط بسبل بكل شي مضبوط ملتزم بنفس الرسالة بالضبط بالملي الآن أفرض أنك اخطيت في سبيلنج يلي بمعنى أنك شلت الإي هذه مضبوط اخطيت في سبيلنج حق البرنامج في الحالة هذه هذا رح يأثر عليك في الويب كات على الرغم برنامج كهو صحيح لكنه في سبيلنج في خطأ حلن نبغاك تلتزم بالأشياء هذه هذي زي ما درجات أنه الشخص اللي يعني ما تأخذ الدرجة الفل مارك إلا إذا كنت التزمت فعلا بالإمبوت والأوتبوت اللي جاك في السؤال وسبنينج كنت دقيق مهم جدا لما تكون مبرمج تكون دقيق وتتبع التعليمات اللي تجيك والمتطلبات اللي تجيك في البرنامج خلن نجرب نسوي سبميشن نرسل البرنامج مرة ثانية نطلب من التصحيح من الويبكات هنا خلن نشوف ماشي يصير طيب الآن أعطيك صفر زين بسبب أخطاء سبيلنج عندك أنت سويتها زين هذه المشكلة اللي وقعت عندك في البرنامج إذن طبعا في الاختبارات وكذا ما رح نكون دقيقين للدرجة هذه ما رح نحسبك لأخطاء سبيلنج وكذا لكن رح نحسبك أكيد طبعا البرنامج يشتغل بشكل صحيح يعني معنى أنك تعطيني الناتج الصحيح المطلوب منك لما دخلك درجة الحرارة لما دخلت 43 تعطيني 109.4 المهم بشكل عام الغرض من هذه طبعا هذه الأشياء رح تتفاهم تشوف أنت المعيد تسهل المعيد تفاهم مع دكتورك كل الأشياء هذه رح نشوف إن شاء الله نوضحها لك بشكل أكثر عنية التصحيح وكيف إلى أي درجة دقة التصحيح وتتعود عليها إن شاء الله مع الوقت وتلاحظ كيف النظام رح يفيدك بشكل كبير إنك تكون تكتب برامج بشكل أفضل كثير من أول لكن الشي المهم هنا إنك تعرف وش الأخطاء اللي ممكن تصير زي ما قلت لك ممكن تخطي ما تحفظ الملف حقك ممكن تخطي ما تضغط بالزر الأيمان على البروجيكت تضغط على مكان ثاني ممكن تخطي يكون عندك خطاء في السينتاكس زي ناسي فاصلة منقوطة مثلا أو إنك ما خطي في سبيلنج حق مين مثلا كاتب أو فويد هنا حطها مثلا كذا زي بدون ناسي فيها أو قالب أو والآي مثلا كاتب آي أو بدلا ما يبقى أو آي واخطاء كثيرة ممكن تصير هذي الخطاء بالإضافة إلى أنه إذا منك كل الأربع عشياء هذه تحققت ممكن يكون عندك البرنامج نفسه ما ينفذ بشكل صحيح لما أعطي إمبوت يعطيني خطأ الأوتويت مثلا قلنا أنه لو كنت ما استخدمت دبل هنا فالقسمة يكون فيها لخبطة وما تعطيك النتيجة الصحيحة وأخيرا وهذا رح يكون عليه جزء من الدرجة يعني بسيط حتى نميز الطلاب اللي فعلا نلتزموه بشكل كامل رح يكون عندك أخطاء في عدم التزام بأنك ما تلتزم بالضبط بالإمبوت والآوتويت اللي مطلوب منك والرسائل اللي مطلوب منك أنك تطبعها مطلوب منك أنك تطبع رسالة المستخدم تقول له أدخل درجة الحرارة بالدرجة المئوية لأن ما تلتزم بالرسالة هذه أو أنك ما تلتزم بطريقة الطباعة أنك تطبع الدرجة الحرارة المئوية بعدين تكتب سلسيس يعني درجة 43 مئوية هي 109 فهرنهايت ما تلتزم بالكلام هذا هنا هالي الأشياء هذه رح تنقصك من مثلا ممكن تأخذ مثلا 90 أو 85 من 100 بدون أنك ما تأخذ الدرجة الكاملة زين أرجو أنه يكون واضح لك كيف طريقة تضح لك الأشياء التالية أو شال الأشياء اللي تحتاجها حتى أنك تركب حتى أنك تستخدم نظام تصحيح الآلي اللي عندنا تحتاج طبعا إذا بغيت على اللابتوب حقك أنك تركب لغة الجافة تركب الإكليبس تركب برنامج تسليم الواجبات على الإكليبس ويكون عندك عنوانة سيرفر زين ما شف طبعا أنا عندي هنا عنوانة سيرفر موجود دخله عندي على السيستم وأخيرا أنك تسوي برنامج تنفذه وتتأكد أنه شغال ما فيه سنتاكس ما فيه مشاكل يعني إلي أن تعتقد أنه برنامج كنت ضبوط بعد كده ترسله طبعا في النهاية هذه تصحيح عشان يعلمك هل أن تفاهم ولا لا لا تعتقد أنه من أول مرة راح تاخذ درجة كاملة يمكن عدد قليل منكم لكن تحاول وتحاول وتحاول إلى أنك تاخذ الدرجة كاملة لأن ممكن أنك تطلع من اللاب إذا كنت مثلا ما قدرت تكمل اللاب مع المعيد وممكن تطلع من اللاب تجرب تأخذ ترح للمعمل المفتوح أو تجرب جهازك وتكمل على اللاب حقك حتى أنك تاخذ درجات إضافية طبعا يعني تتعود هم شيء تتعود على الشيء هذا أخيرا أنه في بعض الأحيان لما يجيك شيء هذا مهم جدا لما يكون فيه assignment أو واجب طبعا ألاحظ هنا ما عندي إلا سؤال واحد وعندي فإذلك سويت class واحدة لكن ممكن تكون الواجب يجيك فيه ثلاثة أسئلة مثلا زي مثلا لاب رقم اثنين اللي أخذناه كان فيه سؤالين واحد سؤال على التحويل من الفهر نهاية من المئة والفهر نهاية والسؤال الثاني كان على حساب tip أو البخشي شوشي زي كذا فممكن يكون عندك في الواجب مثلا ثلاثة أسئلة مطلوب منك أنك تحلها ثلاثة أسئلة برمجة زي فتأكد أنك تحط ثلاثة أسئلة هذي كلها في نفس البروجيكت ما تحط لي كل سؤال في بروجيكت الوحدة مهم جدا 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 تحط كل الثلاثة أسئلة هذي في نفس البروجيكت يعني عندك واجب واحد كل الإجابات تكون في نفس البروجيكت يعني تحط لي class تجاوب فيها السؤال الأول class تجاوب فيها السؤال الثاني class تجاوب فيها السؤال الثالث إذن أعطيتك مجموعة من التعليمات لعلك إن شاء الله أنك تراجعها وتتأكد أنك فهمتها بشكل دقيق